فشلت السلطات الحكومية في وقف النزيف الاقتصادي في العراق وبدل من أن تعالج إحدى أكبر مشكلات البلاد حاليا لجأت الاقتراض الأموال ومن أكثر من مصدر فالقروض الحكومية المليارية كما يصفها البعض كانت بديلا عن محاسبة الفاسدين ووقف سرقة وهدر أموال البلاد بعد هبوط أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا لجأت حكومة الكاظم إلى السعودية وصندوق النقد الدولي لمعالجة الاقتصاد المعلول وفقا لوكالة بلومبرغ الأمريكية التي صلت تقرير لها الضوء على أسلوب الحكومة في معالجة مثل هذه الأزمة الخطيرة الوكالة ذكرت بأن العراق يحاول جذب استثمارات سعودية في حقوله من الغاز الطبيعي الموجودة بمناطق عديدة في أرضه كما تجريف الوقت نفسه مفاوضات مكثفة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي قد يصل إلى 5 مليارات دولار المحادثات مع صندوق النقد الدولي والسعودية بهدف اقتراض الأموال لسد العجز الكبير في الموازنة تأتي في الوقت الذي ما زالت الحكومة تغض الطرف عن عمليات السرقة والتهريب في المنافذ الحدودية المسيطرة على وارداتها من قبل الأحزاب الموالية لإيران وميليشياتها مخاطر الاقتراض المالي الداخلي والخارجي وتداعياته على خزينة العراق نبهت إليه هيئة علماء المسلمين عندما أكدت أن قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب الحالي وما سيترتب عليه من شبهات فساد لن يحل أزمات العراق الاقتصادية الهيئة أشارت إلى أن قانون الاقتراض هو محاولة لتدارك الآثار الكارثية للفساد المنظم والمستمر بجانب انعدام الرؤية الاقتصادية لدى الحكومات المتعاقبة وهو ما من شأنه تكبيل الاقتصاد العراقي ورهنه كاملا للإرادة الخارجية بعيدا عن المواطن ومصلحته فالنظام السياسي لا يزال يجر العراق إلى الهاوية بفشله في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة رغم ضخامة الواردات المالية ما ينذر بعواقب خطيرة أمام مستقبل العراق وأجياله القادمة التي يبدو بأنها ستدفع أثمانا باحظة ترجمة نانسي قنقر